حققت مجموعة تياند أرباحاً خلال النصف الأول بلغت أربعة مليارات وسبعمائة وعشرة ملايين درهم وبلغت أرباح الربع الثاني مليارين وخمسمائة وعشرين مليون درهم وبلغ ربح السهم أربعة وخمسين فلس والإرادات وصلت إلى ستة وعشرين مليار وستمائة مليون درهم فيما أعلنت المجموعة عن استحواذها على حصة مسيطرة في مجموعة بي بي اف للاتصالات في كل من بلغاريا والمجر وصل بيا وصلوفاكي الحقيقة أن النصف الأول من العام كان النتائج إيجابية لغاية في الربع الثاني الشركة عادت إلى النمو وده أدى إلى أن إجمالي الإرادات في النصف الأول من العام نمت بمعدل 1-1 من 10% وكذلك الشركة تحسنت الأرباح في الربع الثاني وتحسنت الزيادة في عدد المشتركين حيث وصل عدد المشتركين إلى 165 مليون مشترك وكذلك أعلننا مع النتائج قصة الاستحواذ على 50% زائد سهم من شركة بي بي اف للاتصالات الشيكية وهذه الشركة تعطينا دخول إلى أسواق في وسط وشرق أوروبا وبالتحديد في بلغاريا والماجر سربيا وسلوفاكيا موقف الشركة قوي في هذه الأسواق حيث أنها تحتل المركز الأول ألم مركز الثاني في هذه الأسواق وتحقق نتائج إيجابية وفيها نمو في الإرادات وفي الأرباح اشتركوا في القناة